ماذا يريد التحالف العربي في اليمن؟ سؤال لم يعد يحمل جهدا للبحث عن إجابة بعد أن باتت أخطأه غير المبررة بنظر مراقبين هي من تحدد ملامح التوجه الجديد لتحالف طالما رفع شعار حماية الأمن القومي للخليج ولو كان ذلك على حساب تهميش قوانين الحرب ودماء الأبرياء في اليمن فبقدر ما بدت الحرب والتدخل الخليجي بكل تعقيداته بروتوكولا حاملا للصفة الشرعية ذات حين إلا أنه وبحسب متابعين لم يخلو من المتناقضات السياسية التي تحركها أجندة داخلية وخارجية حجمت من شكل نقد الضربات وحولتها من كونها انتهاكات يذهب ضحيتها الأبرياء إلى مجرد ساحة إعلامية للمكايدات بين دول ودول أخرى في الأمس غير البعيد استشهدت امرأتان وطفلة بقصف جويا لطائرات التحالف العربي بمدينة تعز بعد قصف موقع جبل العروس بثلاثة صواريخ وهي حادثة غير جديدة يذهب ضحيتها مواطنون الحادثة التي حملت أبعادا كثيرة وإدانات أكثر قال عنها أبناء تعز إنها أتت في منطقة خالية من تواجد تحالف الانقلاب وطالبوا بسرعة كشف ملابسات الحادثة وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق مؤكدين التصعيد المستمر الضربة يعني من التحالف يعني هذا أمر لا شك فيه الضربة مستحيل أن نقول عنها أنها خاطئة هناك علامات استفهام كبيرة جدا نحن كمجتمع مدني نستنكر ونستغرب من هذه الضربة التي أصيب أثرها السرع بالكامل دمرت هناك أشلاءها الآن موجودة رأيناها هناك طفل لم يقاله أثر حتى الآن نحن نستغرب يعني إلى الآن التحالف لم يرد على هذه الضربة ما سببها ما الذي جرى حتى أنه يستهدف أماكن خاصة بالشرعية منظمة سام للحقوق والحريات قالت أن زيادة الكلفة الإنسانية والاجتماعية للغارات أصبحت باهظة على المدنيين كما أن استمرارها يسلب السكان أجواء العمل الآمن بحثا عن قوت أبنائهم مما يزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في ظل غياب الحماية وغياب قواعد واضحة للاشتباك لم يتوقف دور التحالف العربي في اليمن عند مدى تحقيقه الأهداف العسكرية المعلنة فقد تجاوز ذلك بكثير موظفا توجهاته في إدارة الملفات السياسية والاجتماعية الخاصة بالدولة اليمنية وتحديد شكل معين لحياة المجتمع في الداخل مرت قرابة ثلاثة أعوام إذن وما يزال السؤال هل حققت تحالف أهدافه المعلنة أم أنه زاد الوضع سوءا في اليمن موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة